بسم الله الرحمن الرحيم يوم السلساء الماضي في وقت مبكر من الصباح كنا نمضي إلى نفق الشهيد أحمد حمدي جاءني اتصال من أحد المقربين وعرفت أن السيد المشير رحل عن دنيانا في مستشفى القوات الجوية كان الخبر مؤلما وصادما فقد تعودنا على هذا الرجل حتى وإن لم يتحدث حتى وإن لم نلتقيه لكن وجوده على أرض الواقع كان بالنسبة لنا جميعا كمصريين وأنا أتحدث عن المصريين الشرفاء وليس على مجموعة الخونة الذين شككوا وتآمروا كثيرا على جيشنا وعلى وطننا في فترة من أصعب المراحل التاريخية التي مرت بها مصر استمعنا إلى الرئيس عفاة حسيسي وهو ينعي هذا البطل التاريخي بكلمات أدرك معناها وأفهم مرماها كنت أعرف دوما العلاقة التي تربط بين الرئيس وبين المشير هي علاقة ليست وليدة التوي أو اللحظة ولا حتى سنوات ما بعد يناير لكنها علاقة تضرب بجذورها إلى سنوات طويلة سبقت منذ كان بردبة مقدم ومسؤول عن أمن المعلومات كانت كلمات الرئيس السيسي كلمات هي بمثابة شهادة للتاريخ ورؤية لما هو قادم ولكنها كانت تحمل طياتها رد على الأكاذيب والشائعات والحروب التي شنت تضر مشير تنطاوي أثناء إدارته لشؤون البلاد بعد أحداث يناير 2011 وحداشر